اشتركوا في القناة هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول لرئيس مجلس الوزراء حيث رفع سموهما إلى جلالة الملك المفدى أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لبتاق العمل الوطني معبرين سموهما عن اعتزازهما بقيادة جلالة الملك المفدى نهجي الحكيم مشهدين بالإنجازات والمكتسبات الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين في عهد جلالته الزهر لكل ما فيه خير وتقدموا رفاه شعب البحرين الكريم مؤكدين سموهما على مواصلة العمل بكل العزيمة والإرادة لتحقيق تطلعات صاحب الجلالة نحو المزيد من الرخاء والتنمية والتطور دعينا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعى ويسدد خطى لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء في هذا الوطن العزيز وقد أعرب صاحب الجلالة حفظه الله عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على هذه المشاعر الطيبة النبيلة في هذه المناسبة الوطنية ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الفخر يلازمنا بيوم كان لنا موعد فيه لندخل في عصر جديد ولنسجل في صفحات الوطن المضيئة سطراً غيرتم به يا سيدي إلى بناء وطن نراه جلياً شامخاً إنها ذكرى تتربع في وجدان شعبكم الوفي إنها وثيقة الوطن التي انطلقنا بها معكم يا سيدي لنحكي للعالم قصة نجاح وقصة تلاحم بين قائد ناظر الواقع ورسم ملامح مستقبل وطن خالد فهنيئاً للوحرين أنتم يا سيدي وهنيئاً لنا كلما تحقق من عز وتقدم وازدهار فمعكم يا صاحب الجلالة نسير إلى طريق النور والمجد صاحب الجلالة في ذكرى مذاق العمل الوطني نحييكم على مساعيكم الجخيرة وكل عام وأنتم والبحرين وشعبكم الوفي بكل خير وأمن وأمان يتلو على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر آيات من الذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم صاحب الجلالة الحفل الكريم يلقي الشاعر فواز أحمد الشروقي قصيدة شعريا بهذه المناسبة الوطنية وهي من كلمات الدكتور عبدالله بن أحمد منصور الرضي قد فاض قلبي بالحنين وها أنا عما يجول بوسط قلبي معلنا هذا الحنين ليوم ميثاق الهوى فبه ابتدت وترعرعت آمالنا إن الحنين إلى الربيع يهزني فاليوم أزهر بالورود ربيعنا بك يا ربيع نجدد العهد الذي بالأمس بايعنا عليه مليكنا يوم به الميثاق وثق بيعة لمليكنا بوفائنا وولائنا في مثل هذا اليوم قامت نهضة أرسى أساس بنائها ميثاقنا ميثاقنا عقد لحب صادق طرفاه قلب مليكنا وقلوبنا عقد المحبة بين شعب مخلص ومليكه فعلى الوفاء تراهنا فكأنما هذا الزمان طوابنا عمرا وكان الحب فيه رفيقنا لو تسأل الزمن التليد عن الهوى سيقول أن الحب كان صنيعنا وبأن ميثاقا بخط مليكنا بدأ الربيع به وأزهر من هنا وبأن بحرين المحبة أرضه فيها يغني الحب لحن وفائنا فترى ربيع الكون يعرف وقته وقت احتفالك يا بلادي بالهنى هذا الهناء يعم كل بلادنا وله كفعل السحر في وجداننا حمد تفضل بالهناء لشعبه فقد استقامت في رباه حياتنا فلطالما أعطى البلاد ولم يزل كالشمس ساطعة بوسط سمائنا ملك أبا إلا التفرد في العلا حمد له العلياء صارت مسكنا حمد إذا افتخر الملوك بمجده ذكروك يا من قد علوت تيمنا فخصالكم وفعالكم مثل لهم يا من له الأفضال كانت ديدنا ملك إذا عطش ألم سحابة من فيضها تسقى فتروي أرضنا حمد لنا في كل شدة ملجأ فلأنت يا حمد ضمانة أمننا ولأنت يا حمد مليك ملهم بذل النفيس بفضله من أجلنا أولا ترون بناءه فيما بنى وطنا كريما لا يضام بنى لنا في مثل هذا اليوم في مثل هذا اليوم بعد جلوسكم قد كان يا ملك القلوب لقاؤنا بالحب بالحب لا بالسيف تخطب حبنا والمهر منك القلب كان عطاءنا فقد ارتقى ملك كريم أصله وغزى قلوب الناس حين تمكن فلك القلوب منازل معمورة بالحب والتبجيل كل نشنا حمد فخذ منا النفوس رخيصة بالروح نوفي للمليك نذورنا شعب أحبك يا مليكا قد سمى والشعب جاهر بالولاء وأعلنا حب وإخلاص بعهدك قد بدى ما عهدكم بالخير إلا عهدنا فبكم على شأن البلاد وأهلها عرفت بكم بين الملا بحريننا أنتم أبا سلمان أنتم أبا سلمان منبع عزنا فغدت ربيعا دائما أوقاتنا غرسا أبا سلمان أنت غرسته سنصونه حمد ولو بلمائنا وقد أعرب الجميع عن خالص التهنية والتبريك لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة العزيزة مؤكدين اعتزازهم بالإنجازات العظيمة التي حققتها مملكة البحرين وما تشهده من تطور وتحديث على كافة الصعد وما تحظى به من مكانة متميزة على المستويات الإقليمية والعربية والدولية في ظل قيادة جلالة الملك المفدى وبفضل نهجه الحكيم كما أشهدوا بالجهود المباركة لجلالة الملك المفدى وخطواته الرائدة من أجل تطوير علاقات مملكة البحرين مع سائر الدول الشقيقة والصديقة وترسيخ مواقف المملكة المشرفة في المحافل وتعزيز مكانتها ودورها الريادي في محيطها العربي والدولي ضارعين إلى المولى العدي القدير أن يحفظ الملك المفدى ويرعاه ويسدد خطاه ويمتعه بوفر الصحة والسعادة لواصل حفظه الله قيادة مسيرة النهضة المباركة التي تشهدها البحرين في عهده الزهر وخلال اللقاء رحب صاحب الجلالة الملك المفدى بالجهود وبادلهم كذلك التهنية بهذه المناسبة معربا جلالته عن شكره وتقديره لهم لما أبدوه من مشاعر وطنية صادقة ودعوات طيبة في هذه الذكرى العزيزة مستذكرا جلالته في هذا اليوم التاريخي الوقفة الوطنية الصادقة لشعب البحرين الوفي والمعبرة عن إرادته وتوافقه على ثوابت العمل الوطني التي كانت بداية لمرحلة جديدة من مسيرة العمل الوطني والنهضة الشاملة وفق رؤية تعتمد النهج الديمقراطي خيارا لتعزيز المشاركة الشعبية مؤكد أن جلالتهن ميثاق العمل الوطنية شكل محطة مضيئة وبارزة في تاريخ مملكة البحرين المعاصر لمؤصلة العطاء والبناء على نهج الآباء والأجداد الذين قدموا التضحيات من أجل سيادة هذا الوطن وعزته وشد جلالة الملك المفدأ بالدور الوطني الفاعل للسلطات الثلاث التي دعمت بجهودها مسيرة الإصلاح الوطني والتي بفضلها وصلت المملكة إلى مستوى متقدم ونالت التقدير من دول العالم المحبة للسلام والساعية إلى احترامه كرامة الإنسان وحريته وعرب جللته عن تقديره للمواقف الوطنية النبيلة لشعب البحرين الوفي على امتداد تاريخ البلاد المعاصر التي مكنت البحرين من تخطي الكثير من السعاب مثمنا المساهمات القيمة والمتتالية للرجالات ونساء البحرين التي تمثل نبراسا للأجيال القادمة لمواصلة درب البناء والعطاء موري بن جللته عن تقديره واعتزازه بمنتسبي الحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لما يقومون به من جهود مخلصة ومتواصلة في حفظ أمن الوطن واستقراره والسهر على راحة وسلامة المواطنين والمقيمين وإشاعة الطمانين وهي جهود تعكس التطور المستمر الذي تشهده هذه الأجهزة والتعاون والتنسيق المشرك فيما بينها وما يتمتع به رجالها من روح وطنية وكفاءة وجهازية عالية مستذكرا جللته تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا دماءهم الزكية دفاعا عن دينهم ووطنهم